شكرا للاعلامي الزميل كريم حسن شحاتة وشكرا لنجوم الكرة المصرية ونجوم السيد التحليلي في قناة النهار رياضة طبعا صاحب الرأس الزهبية الكابتن جمال عبد الحميد وأمير الموهوبين الكابتن وليد صلاح الدين وأحرف حريف جمال حمزة بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير علي المغربي معلقكم الرياضي يحييكم ويسعد برفقتكم وصحباتكم عبر شاشة قناة النهار رياضة للتعليق على إحدى لقاءات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر اللي طبعا في نسقطه رقم 87 اللقاء رقم 8 اللقاء اللي بيجمع غزلان وادي دجلة غزلان الوادي في مواجهة قوية جدا مع فريق فاركو أمامنا تشكيل فريق وادي دجلة نقول لحضراتكم بسرعة في حرص المرمى محمود رضا بيلعب قدامه محمد هلال في اليمين وأحمد العش رجب نبيل في قلبي الدفاع وسيد سالم في الشمال في قصة الملعب محمد عبد العاطي وبيلعب محمد هلال بوباكر ديارة كريم ممدوح وفي الأمام عمر مرموش ومحمد شريف ده تشكيلة وادي دجلة النهاردة اللي اختارها المدير الفني طبعا الكابتن أحمد حسام ميدو اللي بيتولى القيادة الفنية لنادي وادي دجلة بينما فريق فاركو النهاردة في حرص المرمى بيلعب محمد العربي بيلعب قدامه أربعة في خط الظهر من اليمين للشمال هاني السيد طارق سامي أسامة رجب محمد سعيد وفي وسط الملعب محمد عبد السطار وإسلام رشاد بيلعب قدامهم تلاتة محمد عبد السلام والمدفعجي المعتز باللاقينه وعلاء شعبان بينما يلعب مهاجم اللعب إسلام جمارك طبعا مدير الفني لفريق فاركو هو القدير الكابتن خالد دي الأماش طاقم تحكيم النهاردة بقيادة الكابتن محمد سوقي حاكم ساحة ومساعد أول كابتن إسلام مجدي مساعد تاني عمر جمعة والحاكم الرابع هو ربيع ناجح إن شاء الله نستمتع مع حضراتكم بوجبة كروية كاملة الدسم عبر شاشة قناة النهار رياضة وزي ما قلت لحضراتكم كده لقاء دائما وأبدا يعني لقاءات بطولات الكأس تبقى خارج نطاق التوقعات تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات ليس في مصر فقط لكن في كل مكان في الدنيا دائما وأبدا بطولة الكأس هي بطولة المفاجآت لكن حتى الآن لا توجد مفاجآت في بطولة كأس مصر كل الفرق التي صعدت إلى دور الستة عشر يعني فرق الدور الممتاز يعني ما تيجي فرصة أنها صارت بحضراتكم من الاتحاد اللي صعد على حساب السكة الحديد طبعا بعد ما فاز عليه 3-1 أبدا حكم المباراة الكابتن محمود ديسوي بيطلق صفرة بداية المباراة على يمين حضراتكم فريق فرقو بالزي الأزرق وعلى يسار حضراتكم فريق ودي دجلة بزي التقليد الأصفر وعلى بركة الله نبدأ مع حضراتكم أحداث الفيلم القروي اللي مدته تسعين دقيقة واللي إن شاء الله نأمل ويعني نتمنى أن يكون حافل بالمتعة والندية والإثارة طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده المباراة بتقام على ملعب الاستاذ القاهرة الملعب العالمي الملعب المصنف عالميا واحد من أفضل الملعب فيش كلام عودة من جديد للحياة لاستاذ القاهرة بعد يعني توقف طويل جدا عن استقبال المباريات رمي التماس لنادي فاركو من ناحية الشمال على التنفيذ اللعبة محمد سعيد محمد سعيد يلعب على طول رمية التماس أمامية السلام على طول من اللعب معتزئينه لكن الضغط موجود واستخلاص الكرة على طول لمصطفى طلعت مصطفى طلعت يلعب كرة أمامية على وسط الملعب لكن معطوعة الكرة ترتدي مرة تانية اسلام رشاد الكرة الأمامية لكن طويلة الكرة تطلع إلى رمي التماس لمصلحة فريق وادي دجلة يعني قلت لحضراتكم لا مفاجآت حتى الآن في بطولة الكأس الاتحاد تفوق على السكة الحديد 3-1 وبيترو جيت تفوق على الأسوتي 1-0 وإمبي فاز على الفيوم 2-0 سموحة يعني نجحة في الإفلات من كمين المريخ البورسعيدي يعني نجح بالإفلات بأعجوبة نجحة طبعا في الصعود بعد مباراة مراثونية ومباراة كانت صعبة جدا على نادي سموحة وإدري يتعادل في ديئة 88 ويسجل هدف الفوز في الوقت المبدد أهلي نتيجة كبيرة جدا على الألمونيوم 6-0 طلائع الجيش فاز 2-1 على قربال إسماعيلية والداخلية تفوز على الجونة 1-0 إذن حتى الآن لا وجود لأي مفاجآت في بطولة كأس مصر فهل يحقق وهل يفجر فريق فرقه أول مفاجأة في بطولة كأس مصر في نسختها رقم 87 للموسم الكرة وي 2016-2017 والله هنشوف ونتابع أدو كرة ملعوبة على طول في وسط الملعب الضغط موجود والسخلاص الكرة والانتراك على طول لوادي دجلة غزلان الوادي يبدأون أول الغزوات وأول المحاولات لكن على طول تغطية ممتازة من دفاعات فاركوت تلعب الكرة في اليمينة على طول عند اللعب هاني السيد هاني السيد في وسط الملعب عند محمد عبد السطر هاتو خد جميلة لكن الضغط موجود من ودي دجلة والسخلاص الكرة على طول للعب مصرفة طلعت لكن هنا حكم المباراة بيوقف المباراة أحد اللعبين ساقط على الأرض لعب هاني السيد سلامات إن شاء الله يقوم سليم هاني فما فيوش حاجة بيقوم سليم على طول هاني السيد نعمنا الإعادة للوقت الأخيرة التدخل والله كان فيه تدخل والله كان فيه تدخل هنا من مصطفى طلعت ترجع الكرة عند اللعب راجب نبيل تمريرة في اليمين على طول عند مصطفى طلعت أعتقد كده مصطفى طلعت هيلعب في الجانب الأيمن ممكن على التشكيل جاي لنا محمد هيلالي هو في الجانب الأيمن ومصطفى طلعت في وسط الملعب لكن أعتقد مصطفى طلعت استعان به يعني الكابتن أحمد حسام ميلو في أكتر من مباراة به طبعا في المركز الأيمن واستعان به أيضا الفرنسي الراحل باتريس كارترون شاهدوا كرة دي الأول انطلاق على طول يوقف على كرته حلوة التمييد والتهيئة جميلة محاولة لفريق ودي ديجلة في الديئة الرابعة أمامنا تهيئة الكرة من عمر مرموش وكرة ملعوبة على طول وتعدي وتوصل لكريم ممدوح لكن التزديد عالية جدا من كريم ممدوح تطلع إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي فاركو على التنفيذ حارس محمد العربي محمد العربي وضربة المرمى لفريق ودي ديجلة لكن أي حاجة من العربي تطلع إلى ضربة رمي التماس لفريق ودي ديجلة على التنفيذ مصطفى طلعت ووقع كده أو بيشتكي حارس المرمى محمد العربي من إصابة بعد يعني تزديدة الأخيرة أو ضربة المرمى الأخيرة ما فيهوش حاجة محمد العربي ورمية التماس لنادي ودي ديجلة مصطفى طلعت والبحث عن هدف يفك شفرات وطلاصم هذه المباراة فاركو تأكيد يعلم ويعرف تماما قدرات وإمكانيات لعبي ودي ديجلة وبالتالي لن يعني يكون هناك مغامرة هجومية خصوصا في أول ربع ساعة حاول يقفل المساحات حاول يعني ياخد الثقة في نفسه كده مع أول ربع ساعة في المباراة كرة ملعوبة على طول دايما الكابتن وليد صلاح الدين بيتمنى يعني في أي مباراة أن يتم تسجيل هدف في أول خمس دقائق عشر دقائق عشان المباراة تتفتح ويبقى فيه كرة قدم هجومية والفريق اللي عنده حذر دفاعي يتخلى عن حذر الدفاعي لكن حتى الآن بعد مرور خمس دقائق ما زال التعادل السلبي هو سيد الماقف شديد الكرام مشاهد قرارات النهار الرياضة فريق ودي ديجلة هو الأكثر سيطرة والأكثر استحواز لكن بلا خطورة حقيقية كرة منعوبة على طول في وسط الملعب تعود مرة تانية لودي ديجلة الكرة الأمامية لكن التسلل موجود تسلل على طول على اللعب عمر مرموش وضربة حرة غير مباشرة لنادي فاركو نادي اللي بيأتي فيه المركز الرابع في منافسات المجموعة التالتة في دور الممتاز ب عنده واحد وعشرين نقطة لكن عنده مباراة مؤجلة لو قدر يكسب هيدخل في المنافسة مرة تانية نشوفه الكرة دي على طول لودي ديجلة لكن حاكم المباراة كابتن محمود سوقي بيدي فاول لودي ديجلة ساقط على الأرض اللعب محمد شريف تدخل كان قوي و فاول مستحق لفريق ودي ديجلة تدخل كان من طريق سامي على اللعب محمد شريف لعب ودي ديجلة سبع دقايق لكن ثلاث مناسبات توقفت فيها الكرة ايمن وابدا كرة القضب المصرية توقفات فيها كثيرة جدا عجبني كابتن وليد صلاح الدين قال في احد تصريحاته الزمن الفعلي للمباراة في كرة القضب المصرية لو حسبناه لن يتعدى نصف ساعة او يعني خمسة واربعين دقيقة لكن معظم وقت المباراة بيضيع ما بين بقى سقوط لحارس مرمى ما بين الدعاء لإصابة ما بين حتى الضربات الحرة والضربات السابتة يعني كل ضربة السابتة لازم يضيع معها دي او نص دقايقين دربات الجزاء دخل لها دقايقين ثلاث دقايق اذا ما بنشوفش الكلام دل في الدور المصري او في كرة القضب المصرية بشكل عام نتمنى ان يكون في تطور يعني لكرة القضب المصرية وانه يعني يكون اللعب ياخد وقت اكتر من كده لكن زي ما حضراتكم شايفين كده سبع دقائق كرة وقفت ثلاث مرات ما بين توقف لحارس مرمى ولاحد لعب وادي دجل او فارقه لكن يعني لسه بدر جدا نلعب في اول تمن دقايق حتى الان فريق وادي دجل يبحث عن الثغرة التي ينطلق من خلالها لينجح في تسجيل اول اهدافه لكن حتى الان كل الطرق مغلقة كل الطرق مغلقة امام جزلان الوادي في هذه المباراة كرة ملعوبة على طول بو بكر ديارة لكن مضغوط عليه مأطوعة ترجع مرة تانية لودي ديجل تلاق على طول وتمريرة في اليمين عند عمر مرموش مرموش يلعب كرة لمحمد شريف تمرير مأطوعة على طول لنادي فارقه ترجع الكرة مرة تانية الضغط موجود ولكن الخطأ موجود لمصلحة نادي فارقه فاول موجود على طول للعب طارق سامي بعد تدخل من محمد شريف تدريبين عاليين جدا سواء العالمي احمد حسام ميدو او طبعا كابتن خالد اماش تنعدهم قدرات تدريبية عالية جدا وبالتالي هنشوف يعني مباراة خارج الخطوط ايضا ما بين المديرين الفنيين تاكتك عالي جدا حتى الان زي ما بقول لحضراتكم فارقه يغلق كل المساحات ولكن ديجلا يبحث عن احد الثغرات كرة ملعوبة على طول في وسط الملعب وتمريرة جميلة في الشمال عند اللعب اسلام رشاد ترجع مرة تانية في وسط الملعب لفريق فارقه حول التنقل للكرة كده ويعني اكتساب الثقة امام فريق ودي ديجلا كرة ملعوبة على طول عبد السطار علاء شعبان يرجع وراء للعب طارق سامي امامية على طول للعب علاء شعبان علاء شعبان يقف على كرته يرجع وراء عند محمد عبد السطار عبد السطار لطارق سامي علاء شعبان مرة تانية بدأ فريق فارقه يمسي الكرة كده كرة ملعوبة على طول لكن الضغط موجود ترجع مرة تانية في وسط الملعب لفريق ودي ديجلا والصافرة حاضرة والفاول موجود لفريق ودي ديجلا محمد شريف مجتهد نشيد طبعا فريق كافتين احمد حسن ميدو النهاردة يعني اراح اكثر من اللعب كان بيعتمد عليهم بشكل اساسي نقول لحضراتكم بودلاء فريق ودي ديجلا النهاردة احمد بدوي صامويل افوم محمد انور اسلام البطران حسام عرفاط احمد حسن وعرف السيد بينما بودلاء فارقه النهاردة محمد سعيد شيكا وسيد برازي وجابر كامل سعيد كمال شريف فاروق رزق عبد الحليم ومحمد السق كرة ملعوبة امامية لفريق ودي ديجلا لكن على طول تشتيت من دفاعات فارقه والكرة الى تماث تماث لنادي ودي ديجلا تتلعب الكرة على طول من لمسة واحدة ولا دا لعيب مصطفى طلعت والعرضية لكن على طول يطلع دفاع فارقه ترجع الكرة مرة تانية لكن استقبال على طول الكرة من دفاعات فارقه تمريرة امامية في وسط الملعب استلام من اللعب اسلام جمارك لكن معطوع الكرة وهنا التسلل اوفصيد على عمر مرموش اطممنا الاعادة واضح التسلل رجع من تسلل لعب عمر مرموش تعمل الكابتن خالد الاماش وبراءة صعبة دائما وابدا مهنة التدريب هي مهنة البحث عن الاحتراق مهنة البحث عن الاحتراق وكاد الله في عون الكابتن طبعا خالد الاماش ولكابتن ميدو النهاردة منافسة يعني ومباراة ليست سهلة على ودي دجلة فريق فاركو زي ما بقول لحضراتكم كده فريق عنده طموح وعنده مشروع كبير لان يكون واحد من الفرق الكبيرة في قرية القدم المصرية دي قرية وانطلاقة ولكن على طول تغطية موجودة فريق اللي دعم صفوفه باكثر من لعب مميز سبق واللعب في الدور الممتاز واللي بيدار بشكل احترافي جدا فريق فاركو وبيسير على ضرب ودي دجلة يدار بشكل احترافي وعنده مشروع كده وعنده هدف انه يعني يوصل ويصعد للدور الممتاز ثم يبقى في الدور الممتاز ويبقى يعني واحد من الفرق المميزة زي ما شفنا ودي دجلة فريق اللي تأسس عام 2002 وصعد للدوري لأول مرة موسم 2010-2011 لكن ايه ودي دجلة صعد في الموسم اللي صعد فيه الكبار في كرة القدم المصرية طبعا السعد كان معاه في موسم 2010-2011 مصر المقصة ونادي سموحة ثلاث فرق اصبحوا من يعني اصبحوا ارقام صعبة جدا في كرة القدم المصرية سواء ودي دجلة سموحة مصر المقصة هذه كرة الودي دجلة والبحث عن هدف اول وعرضية لكن تصطدم وتطلع الكرة الى ضربة ركنية كأن موسم 2010-2011 كان موسم صعود الكبار صعود الفرق اللي يعني احدثت طفرة في كرة القدم المصرية واصبحنا نشوف يعني منافسة كبيرة جدا كان قبلهم طبعا صعود عبيد الاندية البترولية نادي امبي ونادي بتروجيت حديث دائما يظل عن الفرق الجماهرية وفرق المؤسسات والشركات قدت ضربة نقنية ولكن يطلع على طول بكل ساقة يمسك محمد العربي مرأة اصبحت صعبة جدا على الاندية الجماهرية والاندية الشعبية يظل طبعا وجود منافسة قوية من فرق تمثل شركات او مؤسسات وعندها القدرات والامكانيات المادية وبالتالي المنافسة صعبة جدا فرق واحد من الفرق التي تمتلك الامكانات المادية والتي تسعى للصعود وتسعى لتحقيق مفاجئة طبعا هذه المباراة في دور الثاني وتلاتين امام ودي دجلة كل شيء وارد في عالم كرة القدر كل شيء وارد في عالم هذه السحرة المستديرة هذه السحرة المجنونة امامنا اللعب رجب نبيل واعتراض على الكرة الاخيرة لكن حاكم المرامدة تماثل نادي فرقه نقترب من ربع ساعة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النهار رياضة والتعادل السلبي ما زاله سيد الموقف في مباراة يعني مخنوقة كده بلغة الكرة لكن من يفق شفارات هذه المباراة ومن يحل اللغراتمات من يحل اللغراتمات والله يشوف هدف وحيد كفيل باشعال الفاتيل هدف وحيد كفيل باننا استمتع ببقية احداث المباراة بقى فيها متعة وفيها سرعة وفيها قصارة وفيها كرة هجومية وفيها تخلي عن يعني الحذر الدفاعي من فريق فرقه هذه كرة بلعوبة في وسط الملعب معتزئينه تمريرة امامية عند اللعب محمد عبدالسلام ولكن الفاول موجود بدأ فريق فرقه يظهر كده في وسط ملعب فريق ودي دجلة بعد ما كان يعني منكمش دفاعيا في وسط ملعبه قادي معتزئين وقادي المدفعجي قادي التمريرة حلوة في اليمين تتلعب الكرة امامية ولكن على طول بقى هنا التدخل موجود وتاصل الكرة سهلة عند محمود رضا محمود رضا حالس اللي عنده سبعة وعشرين سنة موليد ده اربعة اتنين الف تسعمية تسعة وتمانين كان بدأ مسيرته مع نادي الداخلية واتقل من الداخلية الاسوان في الفين وخمستاشر ثم اتقل من اسوان في موسم الفين وستاشر الى نادي ودي دجل لعب خمسة وعشرين مباراة حافز على نظافة شباكو في خمس مباريات وموني مرماء بخمسة وعشرين هدف محمود رضا واحد من الحراس المميزين واللي كان قدمه موسم طيب جدا مع نادي اسوان الموسم الماضي هادي امامنا عادل الكرة الاخيرة ولمسة اليد موجودة على فريق ودي دجل امامنا العالمي احمد حسام ميدو ولحظات مرة التفكير في مستقبل هذه المباراة اكيد ميدو يعلم جيدا صعوبة هذه المباراة ويعلم قدرات فريق فارقه وطموح فريق فارقه في تحقيق مفاجأة اليوم امام فريق ودي دجل هذه كرة ملعوبة لكن ترجع سهلة جدا عند الحارس محمد العربي العربي يلعب على طول لمعتز اينو المعتز يرجع مرة تانية عند اللعب طارق سامي طارق سامي يلعب في اليمين عند هاني السيد هاني السيد كرة امامية لكن بدون عنوان معطوها على طول فريق ودي دجل تمريرة في وسط الملعب لمسة جميلة المهارة موجودة والصافرة موجودة والفاول لفريق ودي دجل لمصلحة اللعب محمد هلال واحد من اللعبين المميزين جدا محمد هلال بوبكر ديارة يرجع وراء لأحمد العش لراجب نبيل راجب نبيل يغير اتجاهاته ويلعب كرة على وسط الملعب لفريق ودي دجل لسه الكرة معاه ترجع الكرة مرة تانية هدى الانطلاق هدى البحث عن الاختراق لكن كل الطرق مغلقة مرة تانية شوف العزيبة وشوف الاسرار وشوف استخلاص الكرة من اللعب محمد هلال ترجع مرة تانية مصطفى طلعت يعود للخلف عند بوبكر ديارة لكن شوف بقى هنا التقفيل الدفاعي وشوف الالكماشي الدفاعي والتنظيم الدفاعي المحكم حتى الان من فريق فارقو والله مباراة صعبة جدا على ودي دجل مباراة صعبة جدا 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 مرة تانية الضغط موجود والتماس موجود لفريق ودي دجل رامي التماس تتلعب على طول الى رجب نبيل رجب نبيل يلعب لأحمد العش أحمد العش لرجب نبيل مرة تانية تمريره في وسط الملعب باتجاه اللعب بوبكر ديارة بوبكر ديارة يلعب كرة أمامية باتجاه عمر مربوش لكن الكرة بتمر تعود مرة أخرى لفريق ودي دجل الضغط موجود ولكن يا ولد يا سلام شوف استخلاص الكرة وشوف المهارة من طريق سامي يا ولد العب طريق سامي خلصها بالشاكة خلصها بالشاكة مرة تانية ترجع الكرة للحارس محمد العربي العربي حتى الآن لم يتعرض لأي اختبار نفس الحال لمحمود رضا حارس مرمى ودي دجل 18 دقيقة ولا وجود لأي فرصة دليل على ايه دليل ان المباراة مخنوقة مباراة مقفولة مباراة فيها حذر دفاع كبير جدا من الفريق فاركو فريق ودي دجل يبحث عن طرق الوصول طرق العبور الى مرمى محمد العربي هذه تمدير على طول في اليميل العش يلعب كرة امامية باتجاه عمر مرموش ولكن تطول الكرة وتطلع الى تماث تماث لنادي فاركو وسقوط جديد لأحد لاعبي فاركو على ارض الملعب ده بيأكد كلامنا وكلام النجم الكبير كابتن بليد صراحة دين حسبنا كده الوقت الفعلي والزمن الفعلي اللي بتطلع فيها المباراة لن يتجاوز نصف ساعة يعني حاجة صعبة جدا صعبة جدا على المحللين وعلى مقدم البرامج وحتى المعلقين فما بالك بالمشاهدين الذين ينتظرون الاستمتاع بفنون وجنون وسحر كرة القبر عشان كده بنقول لسه لسه الكرة المصرية محتاجة كتير لسه الكرة المصرية قدامها كتير عشان نشوفها كده ونشوف الكرة الهجومية من كل الفرق منشوفش كل فريق بيقابل فريق كبير لقيل مقفل دفاعاته ويعني عنده حذر دفاع كبير جدا شوف الدوري السعودي مباريات من نار شوف الدوري التونسي الدوري الجزائري الدوري المغربي كل الفرق تبحث عن الفوز كل الفرق تبحث عن الانتصارات هذا كرة أمامية خطيرة انطلاقة وممكن تزديد عرضية مش ممكن كرة خادعة كرة ماكرة لكن مرت بسلام على محمود رضا مش ممكن على الكرة يعني تقت مش أصدها لكن الكرة كانت رايحة الكرة كانت رايحة من اللاعب علاء شعبان علاء شعبان في كرة كلها جنان لكن الكرة ياه يا لو دخلت يا شعبان يا لو دخلت يا علاء يا شعبان لفت الكرة هنا والكرة يدوب فوق العرضة يعني حوالي يرضى يرضى ونص كده والكابتن خالد الأماش يعني كان بيمنن نفس بينهم شباك محمود لكن مرت بسلام على وادي ديجل أول فرصة حقيقية سواء بأصد أو بدون أصد إنما فرصة كانت قريبة جدا للتسجيل لفريق فاركو مرة تانية ترجع القرة لفريق فاركو تلتي ساعة مرة مشاديدة الكرام ودي الضغط موجود والفول موجود لفريق فاركو بدأ فاركو يتجرق هجوميا على غزلات الوادي ويبحث بل ويطمع في هدف أول كنا منعومة على طول استحوال ستين في المية الوادي ديجل أربعين في المية فاركو لكن فاركو بدأ يتخلى بدأ يتخلى عن خزره الدفاعي وبدأ يكتسب الثقة وبدأ يبحث عن هدف أول في هذه المباراة داربة ركنية لفريق فاركو اقرب المباريات لتحقيق مفاجأة في طورة الكاس كانت مباراة المريخ وسموحة كرة داربة ركنية منعومة على طول ترجع مرة تانية المدفعج يبحث يبحث عن صغرة ليسدد ليطلق قذيفة مدفعية لكن الكرة بتصطدم ترجع مرة تانية لفريق فاركو اللي بدأ يقترب جدا من هدف أول مشاديد الكرام قادي كرة مرة تانية ولكن تصطدم وتعود مرة تانية ضغط هجومي مكسف من فاركو في الدقاق الأخيرة وقادي كرة ملعوبة حلوة راح تليمين لسه معا الكرة لسه معا الكرة يا ولد ولكن هنا لسه الكرة ما تلعيدش كان عاوز ياخد التماس كده تتلعب الكرة على طول الضغط موجود والفول موجود لفريق وادي ديجلاء فيش حد أحسن من حد فريقين حتى الآن فريق فاركو يعني مع كل الاحترام لودي ديجلاء لكن فاركو هو الأفضل في الدقاق الأخيرة فاركو يعني كان قريب في أحد الكرات والآن بدأ يتجرق أمامنا بقى الكرة الجبيلة المعتزئين ونشوف المدفعج هو نفسه نفسه في واحدة نفسه في واحدة عشان يسدد ويستعيد ذكريات التزديدات الصاروخية التزديدات اللي كان بيطلقها المدفعج المعتز باللاقين اللعب الكبير واللعب صاحب التاريخ الكبير في قرية القدم المصرية ولما تيجي فرصة نحكي مع حضراتكم كده عن مشوار هذا اللعب وتاريخه الطويل سواء بقى مع الزمالك مع الأهلي بعد ذلك مع بترجيت حرس الحدود طلاعي الجيش وصولا إلى فاركو سكوت جديد سكوت جديد لأحد لعبي وادي ديجلا مش ممكن يا جماعة مرة دي أعتقد مصطفى طلعت سلامات مصطفى إن شاء الله يوم سليم ويكمل مرة تانية مع من الإعادة للكرة الأخيرة صدمت هنا في ظهر اللعب عمر مرموش نعمنا الكابتن محمد شوقي درب فريق وادي ديجلا مع العالمي أحمد حسام ميد وكان طبعا نجم من نجوم السودي التحليلي لقناة النهار رياضة نتمنى لكل التوفيق مع نادي وادي ديجلا كابتن خالد الأماش أمامنا بقى حسام عرفات لعب المهم جدا لعب اللي عنده القدرات وعنده القدرة على صناعة الفارق في أي وقت لمصلحة فريق وادي ديجلا هاني السيد يرجع وراء لمحمد العربي العربي يلعب على طول للعب طارق سامي طارق سامي يلعب على طول لمحمد سعيد محمد سعيد يلعب كرة أمامية باتجاه اللعب اسلام جمارك لكن يقطع دفاع وادي ديجلا ترجع الكرة مرة تانية العش يستخلص والله محمد شريف ترجع الكرة مرة تانية لكن بدأ فريق فارقه يمسو الكرة بدأ فريق فارقه يستحوص كده على يعني مجريات الأمور بداية من الديع عشرين عاد انطلاق على طول لفريق فارقه يا ولد يا لعيب عدى وانطلق وتدخل وحاكم المغربة دي تحت الفرصة ممكن جول مش ممكن محمود ريدا يا ولد يا ولد يا ريدا محمود ريدا يعني لكل الريدا في توقيت خروجه في القرى الأخيرة خرج في توقيت مهم جدا وأنقص كرة كانت خطيرة وقلت لحضراتكم فريق فارقه أمامنا الإعادة والحاكم ديجلا تحت الفرصة وكان ممكن جدا يحتسب خطأ لكن إدى تحت الفرصة وممدد كابتن خالد الأماش حتى الآن مباراة عالية جدا ومباراة كبيرة جدا لكابتن خالد الأماش بدأ المباراة بتحفز دفاعي قلت لحضراتكم كده كان بيحاول يعني يكتسب الثقة في أول ربع ساعة ويمتص حماسة الدجلوية ولكن بعد أول ربع ساعة بدأنا نشوفه يتقدم لوسط ملعب نادي ودي دجلا وبدأنا نشوفه يتجرأ هجوميا وشوفنا أكتر من قرى كانت خطيرة جدا لنادي فرقه دايما المدربين كده بيقسموا المباراة أجزاء كل فترة من المباراة ليها تعامل خاص سوصا لما يكون فريق يعني بيواجه فريق كبير أيضا وفريق عنده يعني لعبين مميزين جدا فريق ودي دجلا حولت لحضراتكم مباراة تدار تيك تيكيا خارج الخطوط ومباراة خاصة جدا بين ميدو وخالد الأماش كرة ملعوبة على طول لنادي فرقه ضغط موجود لكن يرجع وراء لمحمد سعيد محمد سعيد كرة أمامية على حدود منطقة الجزاء لكن العش يستعبل ويطلع يرجع لبو بكر ديارة إلى العش مرة تانية راجب نبيل شوف الضغط وشوف لعبي فرقه بدأوا يتقدموا في وسط الملعب يوم وعملية الضغط العالي كنا نشوف الكلام ده في أول ربع ساعة شوف خمس لعبين أو ست لعبين من فريق فرقه في المناطق يعني الدفاعية لفريق ودي دجلة تلاقي على طول سامي كرة أمامية مرور بشكل رائع جدا وتدخل موجود وفاول لفريق فرقه عدى بشكل رائع جدا محمد عبد السلام والتدخل موجود والفاول موجود لفريق فرقه تتلعب الكرة على طول إمامية قطيرة معتاز إينو لسه مع الكرة معتاز لكن ياخد ضربة ركنية ضربة ركنية لنادي فرقه موجود كبير جدا من المعتاز بلا إينو أمامنا اللعب بباكر ديارة في الكرة الأخيرة وضربة ركنية لفريق فرقه المعتاز بلا إينو على التنفيذ يلعب على طول الكرة الأرضية ومحمود ريدا محمود ريدا هنا يعني اللي راني الصديقة بل يعني كان ممكن جدا يغالط نفسه في الكرة الأخيرة والكرة يعني تتجه إلى مرمى لكن مرت بسلام أمامنا بقى التعامل مع الكرة لا فيه لعب جاي اللعب إسلام جمارك ففضل أنه يحط الكرة على طوله يتعامل بقى ردة فعل سريعة برضو وريق أكشن مميز جدا من الحارس محمود ريدا في لحظة كده لبح إسلام جمارك جاي من الخلف قال لك أخلص المشكلة وخلص الأزمر للدربة الركنية ولكن يطلع الدفاع ترتد مرة تانية فرقه هو الأخطر فرقه هو الأقرب وفرقه قد يفجر المفاجأ مشهديد الكرام مشهدي قناة النهار بدأ يتخلى وبدأ يعني ينطلق ويتجرق هجوميا لكن خلي بالك أنه انطلاق والدفاع فريق فرقه هجوميا قد يكلف فريقه طبعا طلاق أداف في حالة ما بدأ يعني يعتمد فريق ودي دجرة على الهجابات المرتدة لكن حتى الآن أداء متزن وأداء رائع جدا من فريق فرقه إدارة تكتيكية عالية جدا من الكابتن خالد الأماش كرة ملعوبة أمامية يا ولد العيب ياخدها لنفسه لكن الكاثرة تتفوق على الشجاعة والعيش يرجع وراء على طول لمحمود رضا أي حاجة من محمود لكن لسه كرة في الملعب بيحاول معتزئينه توصل للكرة عند محمد سعيد باتجاه معتزئينه لكن على طول يشتت اللعب محمد هلال ويطلع الكرة إلى تماث لمصلحة نادي فرقه محمد سعيد يلعب على طول للمعتزئينه لمحمد سعيد مرة تانية محمد سعيد ينطلق تمريرة لكن مع الدية مرة تانية يرجع لحارس مرمى محمود رضا ما يقدرش يمسك محمود محمود رضا بيطلع الكرة إلى تماث لفريق فاركو أحد لعبي فاركو وعلى الأرض سلامات إن شاء الله يوم سليم ويكمل مرة تانية تدخل بالفعل قنقوي من اللعب بوباكر ديارة على اللعب محمد سعيد نعمنا الكابتن خالد الأماش وعممنا الكابتن أحمد حساب ميدو ومباراة تانية خالص حوار سنائي ومباراة يعني خارج الخطوط بين الاتنين من يتفوق فيها ومن ينجح في خطف تذكرة أصعود لدور الستة عشر هنشوف وانتابع البطولة الأقدم ليس في مصر فقط لكن في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط البطولة اللي انطلقت في عام 1922 حصل الزمالك على أول لقب للبطولة بعد انفوزه طبعا على نادي الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة فنأحرز للزمالك الخماسية جميلة عثمان والسيد أباضة وعلي رياض وحسين حجازي النهائي كان يوم 21 إبريل 1922 ده كان أول لقب يحصل عليه الزمالك للبطولة بطولة اللي زي ما يقول لحضراتكم كده أقدم وأعرق بطولة في طبعا كرة القدم المصرية بل والإفريقية بل والعربية وفي الشرق الأوسط كله فيما هو أبدا مصر مصر هي الرياضة ليها الرياضة في كل المجالات في الرياضة وفي الفن وفي كل المجالات في العلم في كل المجالات تبقى أم الدنيا هي صاحبة الرياضة وإن شاء الله مصر تستعيد عافيتها طبعا عافيتها مرة أخرى وتعود لمكانتها الطبعية عد كرة ملعوبة على طول وانطلاقها ممكن العرضية العرضية لكن مش لحد ترجع مرة تانية والمعتزي إينو يبحث يبحث عن استعادة الزكريات التزيدات الصاروخية ترجع الكرة مرة تانية لكن يطلع الدفاع ترتدي مرة تانية المعتزي إينو يلعب كرة في الشمال على طول عند محمد سعيد ولكن تمرينة أو عرضية محمد سعيد سهلة جدا في إيد محمود رضا يبدأ على طول محمود رضا هجمى لفريق ودي ديجلا اللي اختفى هجوميا في آخر تلت ساعة وفي آخر ربع ساعة كده بدقة المبادرة الهجومية يعني تكون واضحة جدا من فريق فارقو في ربع ساعة التانية أو ربع ساعة كان ودي ديجلا هو المستحوز هو المسيطر أمامنا السكوت يعني نقول بقى السكوت سابع والثامن في الشوت الأول وبعد مرور نصف ساعة فقط ده بيأكد زي ما قلت لحضراتكم كلام أمير الموهوبين كابتل واليد صلاح الدين تعجبني جدا في تحليله للجزئية دي بالتحديد زمن الفعلي لمباريات كرة القدم المصرية يعني زمن لا يتخطى نصف ساعة يعني حضراتكم كده لو عدينا من أول اتلاقة المباراة حتى نصف ساعة باحد وثلاثين دقيقة يعني سكوت لأكتر من سبع لعبين كرة توقفت فترات طويلة لكن هي دي كرة القدم المصرية بنحبها وبنعشاءها بحلوها وبمرها مصطفى طلعت عنده طبعا أحمد بدوي ده الحارس عنده سامو الأفوم محمد أنور وإسلام البطران حسام عرفات أحمد حسن وعرف السيد كرة ملعوبة على طول لفريق فاركو الضغط موجود والتماس موجود لفريق فاركو وتغيير أول لنادي ودي ديجلا هيخرج مصطفى طلعت وهينزل محمد أنور إذن محمد أنور بديل للعب مصطفى طلعت تغييري اضطراري في دياء 33 لفريق ودي ديجلا رمي التماس لفريق ودي ديجلا تتلعب والله بيستنى هيدا بيسيبها لزميله رجب نبيل رجب نبيل ورمي التماس لفريق ودي ديجلا ضغط سنائي من المعتزئين ومحمد سعيد يستخلص محمد سعيد ويرجع وراء على طول تشتيت من دفاعات فاركو ويرد على طول دفاع ودي ديجلا وتطلع القرى إلى تماس أحمد العش تماس لنادي فاركو حتى الآن النتيجة مصفرة وطبعا الأهداف مشفرة فمن ينجح في فق شفارات هذه المباراة هنتشوفه نتابع فريق فاركو كان الأقرب في أكتر من مناسبة فريق ودي ديجلا شفناش خطورها يعني حقيقية وما شفناش هجمة حقيقية مؤسرة على مرمى الحارس محمد العربي نعمنا محمد هلال تدخل موجود والفاول موجود على اللعب محمد هلال تلعب القرى على طول ترجع عند اللعب أسامة رجب كرة أمامية كرة أمامية من أسامة تمريرا وتزديد حلوة والله خطفها خطف خطفها خطف الكرة الأخيرة كرة حلوة أو مفاجأة من اللعب محمد عبد السلام محمد عبد السلام أمامنا لعادة خطفها خطف ولكن الكرة يهدوب بتعدي إلى ضربة مرمى لفريق ودي ديجلا فريق فاركو أكثر محاولة على مربع محمود رضا والأكثر يعني أكثر يعني فرصا حتى الآن بعد مرور خمسة وتلاتين دقيقة من زمن وحدات الشوت الأول كرة ملعوبة على طول وتشتيت من دفاعات فاركو ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب تلاقي على طول وتمريرا لكن ما أطوعها بوبكر ديارة بوبكر عاوز يعدي بتوصل الكرة للمد فعجي المعتز باللاقيين وتمريرا في اليمين وانطلاق على الطول وبدأنا نسمع كده بعد أصوات الحضور في مدرجات استاد القاهرة لمؤازري ومناصري فريق ودي ديجلا بدأوا يشعروا بالخطر وبدأوا يشعروا بالخلق على تذكرة الصعود لدور الستة عشر حتى الآن أداء متواضع جدا من فريق ودي ديجلا وأداء قوي جدا من فريق فاركو خبرات السنين والعمر الطويل في كرة القدم المصرية وفي الملعب المصرية ودور مؤثر جدا حتى الآن مع فريق فاركو كرة ملعوبة على طول معلنا كتير ما شفناش ودي ديجلا بيهدد مرمى محمد العربي حارس مرمى فاركو هدوء كبير جدا في أداء ودي ديجلا وهبوط في مستواه في يعني بعد مرور ربع ساعة من الديعة ستاشر كده وفريق ودي ديجلا لم نراه يعني في المناطق الهجومية ولم نراه يشكل خطر على دفاعات فريق فاركو هذه الكرة الأمامية باتجاه اللعب راجب نبيل هذه العرضية لكن يطلع لسا فيها خطورة ممكن هنا التزديد تمريرة لكن مش معدية ترجع مرة تانية المتزئينه توصل الكرة لفريق ودي ديجلا والحكم يحتسب خطأ وضربة حرة لمصلحة فريق ودي ديجلا ضربة حرة لمصلحة اللعب محمد هلال شوفي الاعادة مرة تانية تدخل بوجود حكم يعتبر هنا المعتزئين ملعبش على الكرة وعطى للعب محمد هلال وبالتالي ضربة حرة سلبات محمد هلال بعد ضربة الحرة محمد العربي يوجه زملائه هليأت الفرج عن طريق كرة سبتة لفريق ودي ديجلا خامنا كريم ممدوح كابتن خالد الأبماش يوجه ويترقب الضربة الحرة لفريق ودي ديجلا ويمن النفس بعد تمر مرور الكرام الضربة الحرة اللعب كريم ممدوح ولكن سهلة جدا في ايد محمد العربي محمد العربي يمسك الكرة بكل سهولة حاول يستهلك كده بعد الثواني ادغط ادغط العام ادغط ايد حضراتكم سمعين صوت كابتن احمد حسام ادغط تعليمات واضحة وصريحة للعبيب بالضغط كرة ملعوبة على طول لفريق فاركو يرجع وراء عند اللعب عبدالستار محمد عبدالستار لكن مع طوع الكرة ترتدي لودي ديجلا ضغط موجود ولكن في اعاقة ومعها البطاقة اول بطاقة في المباراة واول انذار للعب محمد عبدالستار لعب فريق فاركو تدخل كان موجود بالفعل على قدم اللعب محمد شريف هذا رتم المباراة في الدقاق الاخيرة بعد نشاط كان ملحوظ وتواجد ملحوظ لفريق فاركو في المناطق الدفاعية لفريق ودي ديجلا لكن هذا رتم المباراة في الدقاق الاخيرة فهل تشهد الدقاق الاخيرة هدف اول فاز المباراة نتمنى ايمن وابدا للمتحة الحقيقية في كرة القدم في هز الشباك في تسجيل الاهداف مرة تانية ترجع الكرة تطلع الكرة الى ضربة مرمى لفريق فاركو جهد كبير جدا باللعب فاركو فاز المباراة فريق اللي بيحتل المركز الرابع في مجموعة التالتة في الدور الممتاز بها لكن زي ما قلت لحضراتكم ناقص مباراة لسه لعب 11 مباراة فقط عنده مباراة مؤجلة 11 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وهزم في مباراة وحيدة سجل 17 هدف وعليه 10 هداف 23 نقطة المتصدر طبعا في المجموعة التالتة والرجاء ب29 والبلدية في المركز التالي ب28 وحرس الحدود ب23 لو فاز فاركو هيتخطى ويصل للنقطة 24 ويبقى الفارق بينه وبين المتصدر للرجاء خمس نقاط فقط كرة ملعوبة على طول لكن طبعا عدلاتكم عارفين قارات النهار رياضة بتقوم بتغطية ممازة جدا تغطية للممتاز بيء وايضا لكأس مصر طلاق على طول لفريق فاركو تمريرة لاحة الشمال لكن يضطر بيرجع على وراء عند المعتز إينو معتز إينو بدأ لعب والد إجلي يضغطوا كده والمرة دي فاول لفريق فاركو ضغط قنقوي من اللعب رجب نبيل تقلم اللعب على أشعبان تدخل قنقوي على قدم على أشعبان تدخل قوي جدا من رجب نبيل فيش تفاهم على طول بيتدخل على قدم على أشعبان والحكم قريب يطلق صفرته ويحتسب الخطأ حتى لان إدارة تحكمية متميزة جدا للكابتن محمود الدسوقي حكم هذه المباراة قرارات صائبة تواجد بالقرب من كل كورة معتز إينو يرعب على طول الدربة الحرة إلى محمد سعيد معتز إينو مرة تانية يرجع وراء عند طريق سامي ضغط موجود من عمر مرموش لكن يرجع لحارس مرموش محمد العربي العربي يلعب الكورة الطويلة ولكن تغطية على طول من أحمد العش حمد هلال لرجب نبيل سيد سالم شوفناش سيد سالم في غزوات هجومية وانطلاقات هجومية في الجبهة اليسرى الواخد تعليمات بالتزام بمكانه وعدم يعني الانطلاق في الجبهة اليسرى تعديل تدور الدفاعي فقط نعمنا رمي التماس لنادي فاركو حتى الآن بيلعب مباراة كبيرة أمام ودي دجلة شرط الأول يقترب من نهايته أمامنا التمريرات مية وثمنتاشر لنادي فاركو ومية وستاشر لوادي دجلة تفوق لفريق فاركو في التمريرات ده للمؤشر أنه فريق فاركو هو الأفضل في الشوت الأول أحد المؤشرات كرة مالعوبة على طول يا ولد عدة حلوة شوف المهارة شوف العرضية مش ممكن مش ممكن على الكرة لكن عدة مهارة عالية جدا وعرضية جميلة ولكن يعني بتصطدم هنا وترجع مرة تانية لفريق فاركو يعني نستمع إلى بعض الأصوات القادمة من يعني مقصورة استاد القاهرة وإلعب يا فاركو بعد مشجعي نادي فاركو يعني قادمين أيضا لمؤذرة فريقكم النهاردة في مباراة صعبة أمام ودي دجلة لكن حتى الآن أداء قوي جدا وأداء مميز لفريق فاركو أمامنا سقوط للعب محمد هلال حكاية الإصابات النهاردة مع ودي دجلة خرج مصطفى إن شاء الله يقوم سليم محمد هلال كيد يعني ميده بيحط إيده على قلبه مع كل سقوط لأحد لاعبي أمامنا القرى الجميلة الأخيرة بصوا شوف المهارة بصوا شوف المهارة والانطلاقه حلو قوي اللعب علاء شعبان وعرضية ولكن هنا بقى هنا ما لبسيتش ويتجل الكرة وتطلع على طول ويطلع دفاع ودي دجلة أمامنا الإعادة انطلاق على طول من اللعب علاء شعبان علاء شعبان الفنان عد حلو قوي وتكلت من محمد هلال والعرضية ولكن بقى هنا يعني كان بتفتقد للدقة واتضيع فرصة خطيرة جدا لنادي فارقه أمنا أسامة رجب قلب دفاع فريق بوادي دجلة تمريرة جميلة من علاء شعبان لكن ما ربطش معاه إسلام جمارك ترجع الكرة مرة تانية أحمد العش تمريرة من أحمد العش لكن طارق سامي يرجع للعربي العربي على طول يشتت مرة تانية يرد دفاع ودي دجلة كرة خطيرة جدا لو عدت لكن أسامة رجب تطقطع منه ترجع مرة تانية كرة خطيرة لكن دربكة كده ولغبطة يستخلص دفاع فريق فارقه علاء شعبان حمد سعيد يلعب كرة طويلة باتجاه اللعب إسلام جمارك لكن رجب نبيل بيستخلص حمد أنور أحمد العش محمد هلال شوفوا حضراتكم بقى الضغط والرقابة اللي بيفرضها لعبي فارقه ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من الضائع لزمن وحدة الشوت الأول بيعلن عنهم كابتن محمود دوسوي بيعلن عنهم الحكم الرابع الكابتن ربيع ناجح بعد إشارة طبعا من حكم الساحة الكابتن محمود دوسوي عادو كرة خطيرة جدا ممكن جول ممكن جول والحكم هنا ايه الحكم بيقول ما فيهاش حاجة كرة كان مطالبة بنكلة جزاء لفريق ودي دجلة وكرة في منتهى الخطورة ولكن حكم المباركة القريب من الكرة وقال لعب ما فيش حاجة مرة تانية ترجع الكرة ليه فريق فارقه فريق ودي دجلة رغم أداء المتواضع في الشوت الأول لكنه يمتلك لعابين قادرين على صناعة الفارق قادرين على التحويل ومجرى المباركة في أي لحظة هذه كرة ملعوبة أمامية خطيرة جدا خطيرة لسه ودي دجلة عرضيها ولا تزديدة هنا ولكن بتصطدم وتطلع إلى ضربة ركنية لفريق ودي بدأ ودي دجلة ينشط من جديد بدأ ودي دجلة يعني يستعيد يستعيد نشاطه وحيويته مرة تانية مع نهاية احداث شوت الأول أمامنا التزديدة ولكن بتصطدم وتطلع إلى أمامنا العادة بقى للكرة اللي يعني نطرق الحكم فيها للجمهور والليسود والتحليل طبعا بقية الإعلامي كريم حسن شحاد هل كان في دفعة هل كان في تدخل هل اللعب سقط لواحد بدون محد يلبسه ثلاث ضربات ركنية لفرقو ضربتين لودي دجلة هذه الدربة الركنية خطيرة ولكن يا ولد محمد العربي محمد العربي على طول يحط إيده ويطلع الكرة إلى ضربة ركنية لفريق ودي دجلة تساوي أصبح في ضربات ركنية ثلاث ضربات لودي دجلة ثلاث ضربات لفرقو وبنلعب في آخر دقيقة دقيقتين عدوا من وقت المحتسب بدل من تضع ديها الأخيرة دي الكرة العرضية ولكن تصل الكرة سهلة عند محمد العربي محمد العربي خرج بالكرة كده وسرح لحظة سرحان ولحظة توهان من محمد العربي نسي نفسه ولا إيه لكن لقطة طريفة جدا لقطة طريفة جدا لمحمد العربي كل كان مستغرب يعني العربي بيعمل إيه العربي بيعمل إيه في اللقطة الأخيرة أمامنا العربي ميسكوا الكرة ولكن فقد الإحساس بالمكان والراجل مكمل كل مستغرب طبعا ودرب حرة غير مباشرة لفريق همد انذار كمان لمحمد العربي درب حرة غير مباشرة لنادي ودي دجل تكون الكرة الأخيرة في الشوت الأول لكن لقطة طريفة جدا وآخر فرصة في الشوت الأول هل ينجح ودي دجل في الخروج متقدم بهدف مع السوان الأخيرة هنشوف وانتابع محمد هلال والضربة الحرة محمد هلال والضربة الحرة لفريق ودي دجل محمد هلال يلعبها حلوة كرة حلوة جدا من محمد هلال ولكن تعدي إلى ضربة مربع مع صافرة حكم المباراة الكابتن محمود الدسوئي تعلن عن نهاية تحتم اللجوء لشوتين إضافيين لمدة نصف ساعة على شوتين وبالتالي حتى الآن لم نلجأ للشوت الإضافي كل المباراة تحسم في الوقت الأصل المباراة صافرة الكابتن محمود الدسوئي تنهي أو عفوا تبدأ أحداث الشوت الثاني من مباراة دجل وفرقه من يتفوق ومن يتقلق ومن ينجح في استطلاع هلال الصعود لدور الستة عشر حتى الآن لم يقدم المردود المنتظر ولم يقدم المستوى الذي يعني كنا نتوقع وننتظر مباراة دجل في المقابل فريق فرقه أداء قوي جدا وأداء مميز وكان قريب جدا من التسجيل في أكتر من مناسبة فريق فرقه النهاردة في حلاص المربع محمد العرب نذكر حضراتكم كده بتشكيل الفريقين بسرعة بيلعب قدامه هاني السيد طارق سامي أسامة رجب محمد سعيد فوسطة الملعب محمد عبدالسطار وإسلام رشاد بيلعب قدامهم محمد عبدالسلام معتز قينه على شعبان وإسلام جمارك بينما فريق واني رجلة محمود ريدا في حراس المرمى قدامه محمد هلال أحمد العش رجب نبيل سيد سالم محمد عبدالعاطي ومحمد أنور النزل بديل لمصطفى طلعت في طبعا بعد إصابته في طبعا الديات عشرين في هذا الشوت الأول بوبكر ديارة وكريم ممدوح وفي الأمام يلعب عمر مرموش ومحمد شريف إن شاء الله نستمتع بشوت تاني ممتع ومصير بين الفريقين هنا انطلاقة لكريم ممدوح جناح الطائر لفريق ودي ديجلة نشوف العزيمة نشوف الإصرار من المدفعجي معتز إيه رجع وعمل التغطية بشكل رائع جدا وعمل تاكل مستخلص الكرة وشوف حاكم المباراة مدي تماث أعتقد لفريق ودي ديجلة أو فاول هنشوف وعمل تيماس أعتقد ما احتسبش فاول لمصلحة اللعب محمد عبد السلام لعب فريق فارقه سقوط جديد لأحد لعبي فارقه لعب رقم 14 هاري السيد حتى الآن يعني المباريات اللي لعبت 42 مباراة تم تسجيل 100 هدف الهدف اللي سجلت في الشوت الأول 34 هدف نسبة تهديف 3 من 10 الهدف في الشوت التاني 66 هدف بنسبة تهديف 7 من 10 نسبة التهديف عموما بقى سواء في الشوت الأول أو في الشوت التاني 2 و4 من 10 صارت بالضربات الترجيح 11 اتصار بالضربات الدرجية طبعا ده كان في الأدوار التمهيدية أعلى فوس حتى الآن للمارد الأحمر شاتيد الحمر النادي الأهل 6-0 بالأمس على الألمونيوم لبعض الأرقام كده والإحصائيات عن البطولة الأقدم والأعرق بتقام في نسختها رقم 87 اللي حتى الآن خالية من المفاجآت هم نتدخل في اللقطة الأخيرة من اللعب محمد عبدالسطار والفول لفريق وادي دجلة غزلان الوادي ما زالوا تائهين في هذه المباراة ما زالوا يبحثون عن هدف أول يفك شفارات فريق فاركو فريق العصي على فريق وادي دجلة حتى الآن دل كان أفضل من وادي دجلة في كثير من فترات الشوت الأول شوف بقى تعليمات المديرين الفنيين في الشوت الثاني وتوجهاتهم وتأثيرها على أداء اللعبين داخل أرض الملعب الآن ما زالت المباراة مشفرة خالية من الأهداف لكن ليست خالية من المتعة والإثارة كرة ملعوبة على طول لفريق وادي دجلة انطلاقة حولة المرور لكن الضغط موجود والفول موجود على فريق وادي دجلة على الهدفين التاريخيين اللي بطولة كاس مصر العندليب عبد الحليم علي لعب الزمالك التاريخي طبعا والهدف التاريخي اللي الزمالك بـ 18 هدف في بطولة كاس مصر بيأتي بعده بعد تسجيره هترك الأمس طبعا المتعب والجلاد عماد متعب 17 هدف ثم يأتي أقرم عبد المجيد لعب طبعا البلدية بلدية المحلة والزمالك بـ 17 هدف ثم يأتي البولدوزر البلدية والمصري والمريخ واف سي مصر باربعتاشر هدف. ثم يأتي اه طبعا احرف حريف جمال حمزة بطلتاشر اه هدف في بطولة كاس مصر. دي القائمة بالهدفين التاريخين لبطولة كاس مصر. الهدف النسخة دي طبعا عماد متعب بتلت اهدف. يجي بعده بقى الغزال عمر جمال هدفين. يجي محمد ناجي جده لعب المريخ البورسعيدي بهدفين. طرب الان اه مباراة اه يعني اه اه تعادل سلبي. وما زلنا معكم اه نبحث عن اه هدف اول في هذه المباراة. اما اه اه وابدا بطولة بطولات الكاس في كل اه يعني في كل الدنيا تشهد المفاجآت. لكن حتى الان بطولة كاس مصر بلا مفاجآت. فهل يفعلها فرقه? هل يفجر اه فرقه المفاجآ النهاردة? هنشوفه التابع. ادي امامنا التدخل. والله حتى الان اداء قوي لفريق فرقه. اداء تتوقع معه كل شيء. تتوقع معه ان تظل تذكرة الصعود حائرة متأرجحة بين الفريقين. الداخل موجود من كريم ممدوح والفاول لفريق فرقه. كلمنا بقى عن المقولون العرب. ده 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 وقصة وله رواية في بطولة كاس مصر. ده الفريق الوحيد اللي نجح في الحصول على لقب كأس مصر وهو يلعب بالدرجة التانية خالوا حضراتكم بعد ما فاز على الإسماعيل في الدور قبل النهائي وفاز على الأهل اتنين واحد في الدور النهائي ثم لم تتوقف المفجأة عند هذا الحد لعب في كأس السوبر أمام طبعا نادي الزمالك وفاز على الزمالك أربعة اتنين في كأس السوبر لم تتوقف مغامرة المقاولون عند هذا الحد أض أيضا لكن صعد لكأس الاتحاد الأفريق الكنفدرالية حاليا وحقق نتائج جيدة كل ده كان تحت قيادة من بقى تحت قيادة الحكيم الكابتن حسن شحات حكيم التدريب المصري وحكيم المدربين المصريين والمعلم الكبير طبعا الكابتن حسن شحات جزت يعني ما فيش فريق نجح في تحقيقها صوى فريق المقاولون العرب فريق يلعب في الدرجة التانية يفوز على بطل الدوري في طبعا نهاء الكأس ثم يفوز على الزمالك في طبعا كأس السوبر ويعني نتائج جيدة ثم الوصول للكنفدرالية كل ده هو بلعب في الدرجة التانية تاريخ سطره طبعا الكابتن حسن شحات معفريل ما قولين العرب في الفترة الزهبية ليه حتى الآن يعني لم نرى فريق من الدرجة التانية يكرر مغامرة فريق المقاولون العرب رقع على طول لفريق فاركو ولكن تطلع الكرة إلى تماث لفريق ودي دجلة كابتن خالد الأماش يعترد لكن خلاص يتلعبت الكرة توصل على طول لفريق ودي دجلة سبع دقائق مرت محسناش بيهم شوت تاني حتى الآن هادئ دائما وأبدا الهدوء يقول بأنه الهدوء الذي يعني قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة عاصفة باللون الأصفر أم لأصحاب الموج الأزرق الله أعلم هنا انطلاق هنا كريم ممدوح هنا الطريق مفتوح لكن لسة الكرة لسة الخطورة ممكن تزديده مش ممكن لا 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 عالمي 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 دسة بقول لحضراتكم دقائق كريم ممدوح والطريق مفتوح الطريق مفتوح أمان فريق ودي دجلة لتسجيل أول أهداف المباراة عن طريق اللعب محمد شريف محمد شريف يلقي بكلمة الافتتاح مشاهدين الكرام ويرسم البسمة والسعادة على وجهه مدربه طبعا الكابتر أحمد حسان لكن هدف إيه هدف عالمي بصوا شوف في الإعادة وفي الإعادة دوما للإفادة تبريرة حلوة أول من كريم مبدوح واستلامة بلف بدوران بتوجيه قراء إيه القراء رايحة زي ما الكتاب بيقول تعلل عن أول جول تعلل عن أول فرحة لفريق وادي دجلة دائما وأبدا قلت فريق فرقه يقدم مباراة كبيرة وحتى الآن ند قوي لفريق وادي دجلة القدرات الفردية واللعبين اللي عندهم يعني المهارات الخاصة لقدروا يخلصوا المباراة في أي راتة لكن خلي بالك لسه مدري جدا لسه المباراة ما خلصتش لسه المباراة فيه أحكا لكن هدف ده الهدف ده هو اللي بيتمنىك كابتر وانيد صراح الدين هدف ده يفتح الماتش الهدف ده نستمتع معه بقى بأحداث جميلة وأحداث مسيرة وانيد أزديده مش ممكن مش ممكن خلاص 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 الطريق أصبح مفتوح الطريق أصبح مفتوح أمام فريق وادي دجلة بعد يعني ما استمر مغلق طوال إيه طوال خمسة وخمسين دقيقة من زمن وأحداث المباراة لكن يأتي محمد هلال وينجح في استطلاع هلال السعود لدور الستة عشر الله يا هلال هلال ينجح في استطلاع هلال السعود وحتى الآن يبقي على تسكرة السعود في أحضان غزلان الوادي في أحضان نادي وادي دجلة لكن اللي فتح الطريق أكيد اللي فتح الطريق كان اللعب محمد شريف ثم يأتي محمد هلال بهدف كله سحر وجمال ليعلن عن تاني فرحة لفريق وادي دجلة الله على الكلام هو ده الكلام هو ده الكلام تعظيم سلام عالي المقام لفريق وادي دجلة في الشوت التاني وبداية قوية جدا لكن نشوف رد فرقه فرقه يعني الآن في حالة صدمة في حالة رعب في حالة زهول ما الذي يحدث ما الذي يحدث بعد الصمود استمر يعني حوالي تلاتة وخمسين دقيقة ثم ينهار كل شيء ثم ينهار فريق فرقه أمام تسديدها صاروخية وأمام هدف عالمي لمحمد شريف ثم المصائب لا تأتي فرادها بعدها بأقل من دقيقتين يأتي اللعب محمد هلال وينجح في تسجيل الهدف التاني لفريق فرقه لفريق ودي دجل عفا ممنى لعادة تدخل موجود لعلى اللعب محمد سعيد لكن هدفين جمال جدا هدفين يعني دائما وأبدا التزديد من خارج منطقة الجزاء أو حتى من دخل منطقة الجزاء دائما وأبدا أحد الحلول المهمة جدا في حالة يعني ما كانت المباراة مغلقة وكل المساحات مغلقة ومقفولة أمام الفريق وبالتالي هنا اللجوء للحل السحري هنا اللجوء للحل السحري عن طريق التزديدات التزديدات بعيرة المدى أمامك اللعب المميز جدا كريم ممدوح والمرور والعبور والعرضية سيد أخيرا حمد الله على السلام يا سيد سيد سالم أخيرا يظهر يظهر فيه يعني مناطق الدفاعية لفريق فارقه ونشوف تاني أوفر ليه بعد إيه بعد ستة وخمسين دقيقة كان يعني اللعب منكمش كده واللعب كان يعني محتفظ بالشق الدفاعي فقط لكن بدأ يظهر سيد سالم وبدأ يظهر غزلان الوادي وبدأ غزلان الوادي يعزفه يعني سيمفونية كروية جميلة في الشوت التاني هو ده الكلام هو ده الكلام اللي كنا مستنينه مع انطلاق طبعا حدث الشوت الأول لكن أخيرا ينجح فريق ودي ديجلى فيه طبعا فك شفارات وحل لغة نتمات فارقه لكن لسه بدري جدا لسه بدري جدا 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 11 دقيقة من الشوت التاني لسه يعني أمامنا حوالي 34 دقيقة غير الوقت المحتسب بدل من الضائع لو تواجدت الرغبة والعزيمة والإصرار عند فريق ودي فارقه للعودة سيعود فارقه لكن المهمة بلا شك أصبحت صعبة يعني دايما كده بنقول خبطتين في الراس يوجع خبطتين في الراس لفريق فارقه يعني في أقل من دقيقتين هدفين بعد صمود وبعد استبسال وبعد مباراة كبيرة جدا لفريق فارقه لكن يأتي محمد شريف ثم يعني يستكمل اللعب محمد هلال وينجح في استطلاع هلال الصعود حتى الآن لسه 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 المباراة فيها كلام قادي معتزي إينو يلعب كورة لكن الضغط موجود والفاول موجود لفريق وادي دجلة محمد هلال صاحب الهدف الثاني الجميل تدخل موجود من محمد على اللعب رقم سبعتاشر إسلام رشاد نعمنا الإعادة للقطة الهدف الأول الجميل تبديل هنا بيخرج اللعب إسلام رشاد شوف مين اللي نزل نقول لحضراتكم كورة ملعوبة على طول في وسط ملعب فريق ودي دجلة مباكر ديارة كورة أمامية لكن على طول يستعب الأساء أسامة رجب دعم صاحب الخبرات الطويلة جدا في كورة القدم المصرية أسامة رجب كورة ملعوبة على طول تجاه كريمة بدوح لكن تطول أسامة رجب بقول لحضراتكم 32 سنة مواليد 1984 بدأ مسيرته مع نادو إسوان تقل بعد ذلك لإنبي لعب في المصري طلاقع الجيش غزل المحلة ثم التقل لفاركو حصل مع إنبي على بطولة كاس مصر وسامة رجب واحد من اللعبين أصحاب الخبرات وسامة قلت لحضراتكم فريق فاركو يدعم صفوفه بأكثر باللعب يعني ينطلقون الخبرات في كورة القدم المصرية بحسا عن تحقيق حلم السعود للدور الممتاز هذه العرضية الخطيرة ولسه فيها خطورة ممكن جول عاوزين جول بقى يولع المطشو برة تانية لكن هنا على طول يطلع دفاع وددك طبعا هدف أول لفريق فاركو يشعل الأمور يشعل الأمور ويبقي التذكرة يعني حائرة ومعلقة بين الفريقين ننصفر الأمور يعني تبقى صعبة جدا على فريق فاركو لكن لازم يكون فيه عزيمة ولازم يكون فيه إصرار ولازم يكون فيه نوع من الرغبة في العودة لفريق فاركو فريق محترم وفريق أكبر الكل يعني على احترامه في الشوت الأول لكن تلقى هدفين يعني مفاجئين جدا في الشوت التاني في أقل من دقيقتين كورة ملعوبة على طول لفريق ودي دجلة فريق اللي بيحتل المركز الحدواشر في بطولة الدوري ب18 نقطة نتائج متزبزبة في الفترة الأخيرة لفريق ودي دجلة فهل يستعيد عافيته من جديد ويستفيق يعني من الحالة الفنية السيئة اللي كان بيعاش فيه المبرات الأخيرة في بطولة الدوري كورة ملعوبة حلوة قوي من محمد هلال ناحية اليمين الضغط موجود لكن على طول استخلاص الكورة من دفاع فارقو ترجع الكورة مرة تانية لمسة جميلة أمامية ببقر ديارة سيد سالم يا ولد يا لعيب ياخدها لنفسه لكن تطول منه وترجع مرتدة خطيرة لفريق فارقو نحاول يهد كده اللعب اللعب بفريق ودي ديجلة تصاص حباس فارقو الراغب في إحياء أماله مرة تانية في المباراة نصف ساعة تفصيلنا عن النهاية مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النهار رياضة تقدم لفريق ودي ديجلة بهدفين طريق اللعب محمد شريف ومحمد هلال ببقر ديارة محمد أنور كرة في وسط البلعب الكريم ممدوح لكن الضغط موجود معتز إينو معتز يلعب على طول لعبد السطار عمد عبد السطار ترجع له مرة تانية للمعتز بالله إينو معتز يلعب كرة تعود مرة أخرى للعب طارق سامي اطلاق على طول في الشمال عرضية على الأرض لكن يطلع الدفاع ترتدي الكرة مرة تانية بدأ فريق فاركو يكسف من محاولاته بحسن على هدف أول يعيد الأمل مرة تانية في المباراة أدي أسامة رجب معتز إينو تمرير لكن مأطوع على طول من فريق ودي ديجلة كريم ممدوح كريم ممدوح لكن طلع الكرة استحواز 60% الوادي ديجلة 40% الفاركو سكوت على الأرض للعب رجب نبيل لعب فريق ودي ديجلة أنور أنور على الأرض فيه ممشات بغط عليها كل ده بغط يطلب الحكم كده الجهاز الطبي لفريق ودي ديجلة تغيير لفريق فاركو هينزل اللعب رقم تسعة وهيخرج اللعب رقم خمستاشر لحضراتكم هينزل اللعب رزق عبد الحليم بدلا من محمد عبد السلام إذن رزق عبد الحليم بدلا من محمد عبد السلام تغيير تاني في صفوف فريق فاركو بحث من الكابتن خالد الأماش عن انعاش طبعا الحالة الهومية لفريقه والبحث عن هدف أول فاز المبارا عمنا رجب نبيل نعم اللي عنده تلاتة وعشرين سنة موليد عالف تسعمة تلاتة وتسعين لعب ستة وتسعين مباراة وسجل أربع هدف رجب نبيل تلمنا بقى عن الفرق الأقصر تأهلا لنهاء كأس مصر فالأهلي في المقدمة تأهل خمسين مرة يأتي بعد الزمالك ثمانية وتلاتين للتحاد أربعتاشر مرة الترسانة والمصري تسع مرات السكة الحديد سبع مرات اسماعيلي والمحلة والمقاولين ست مرات الأولمبي وأمبي أربع مرات الترام والسويس والقناة والبوليس مرتين أسوان والمنصورة البلدية ووادي ديجلة واسموحة كل فريق تأهل مرة واحدة لنهاء كأس مصر شوفوا الكرة دي الأول كريم ممدوح بينطلق كريم ممدوح يختارك ممكن العرضية لكن طلت الكرة وتطلع إلى ضربة مرمى فريق ودي ديجلة زي ما قلت لحضراتكم موصل لنهاء كأس مصر أمام طبعا نادي الزمالك في طبعا عام 2013 كان فادي الزمالك بسلاسية نظيفة كان الأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهل 35 لقب الزمالك 25 الاتحاد 6 ألقاب طبعا سيد البلد واسعيم الصغر اتحاد السكندري صبيات وبعد الشواكيش أيضا 6 ألقاب المقاولون العرب وزقاب الجبل 3 ألقاب لإسماعيلي وحرس الحدود أمبي والأولمبي كل فريق عنده لقابين الترام والقناة والمصري البورسعيد كل فريق عنده بطولة هادي كون على طول فريق فارق والبحث عن هدف أول البحث عن عادة الأمال البحث عن عادة الأمال هنا المدفع جي هنا ابن حلوان يظهر في اللقطة الأخيرة لكن فين تزديداتك يا معتز والله زمان قل للزمان ارجع يا زمان والمعتز إنه بيحاول كده استعادة الزكريات تزديداته الصاروخية القوية لكن التزديد المراد بعيدة جدا وعالية إلى ضربة مربو لعب اللي عنده تلاتين سنة تزديدينه موليد اربعة وتمانين لعب متين تمانية واربعين مباراة في طولة الدور يسجل اعتاشر هدف طبعا بسرته الكروية كانت مع نادي الزمالك بدأها مع نادي الزمالك ثم انتقل مع الاهلي طبعا انتقل للاهلي ثم بيتروجيت ثم حرسوا الحدود مطلق على الجيش ومنه إلى فارقه دعب اللي عنده اتناشر لقب راتكم اتخيلوا حضراتكم حجم البطولات والالقاب اللي حصل عليها معتزين ونشر لقب منهم سبع القاب لبطولة الدور مع الاهلي 2003-2004 2006 2008 2009 2010 2011 وكان مع كتيبة طبعا المتخب المصري في امم افريقيا 2006 مع المعلم حسن شحاتة وحصل على دور ابطال افريقيا موسم ايضا في مناسبة عام 2008 كهس السوبر المصري مرتين كهس السوبر الافريقيا مرة عام 2009 تاريخ كبير جدا ويعني تاريخ طويل للعب المعتز بالله اينو واحد من المدفعجية في كرة القدم المصرية صاحب التزيادات القوية والصاروخية ترجع الكرة مرة تانية الفريق فارقو تمريرة لأسامة رجب أسامة رجب كرة امامية لو استلم لكن تطول الكرة وتصل سهل عند محمود رضا نازي لم يتعرض لأي اختبار في الشوت التالي دليل على تراجع مستوى طبعا واداء فريق فارقو في الشوت التاني الشوت الاول كان افضل بكتير لفريق فارقو الشوت التاني بداية كانت قوية جدا من فريق وادة دجلة قدر بيها يعني ياخد اللي هو عاوزه من المباراة سجل هدفين محمد شريف ومحمد هلال وحتى الآن فريق طبعا وادة دجلة يعني نجحة في استطلاع هلال الصعود لدور الستة عشر محمد سعيد ولكن تصطدم الكرة هنا في يد رجب نبيل وضرب حرة تتلعب على طول الكرة المعتز تتلعب على طول وفاول لفريق فارقو لمنتدفع موجودة على اللعب علاء شعبان حكم يد فاول لفريق فارقو هذا رتم المباراة في الدقاق الأخيرة لمنتلعب محمد سعيد تدخل موجود عليه من محمد شريف ترجع الكرة مرة تانية لفريق فارقو تمرير أمامية خطيرة جدا ممكن العرضية هذه العرضية مش ممكن مش ممكن هنا الكرات اللي بتغالت محمود ريدا شفنا كرة زي دي من علاء شعبان في الشوت الأول والآن كرة جديدة وكأنه موعود النهاردة مع الكرات يعني اللي بتلف كده وبتروح في اتجاه المرمى تغيير في صفوف فريق وادي دجلة هيخرج اللعب محمد هلال وهينزل مكانه اللعب سامو الأفهم يلا 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 إذن سامول أفهم تغيير لفريق ودي ديجلة بدلا من محمد عبد العاطي كرة ملعوبة على طول وانطلاقة لفريق ودي ديجلة لكن حكم المباراة على طول بيدي فاول لفريق فاركو تتعب الكرة على طول تمريرة في وسط الملعب ترجع مرة تانية عند المعتز إينو ترجع للكرة مرة تانية تمريرة من المعتز أمامية حاولة الانطلاق هنا والمرور يا ولد يا لعيب حطاه حلوة قوي لكن تطول الكرة وتطلع على اللعب بسعيد كمال واحد من اللعبين أصحاب الخبرات أيضا في صفوف فريق هيطلع اللعب محمد عبد العاطي وهيجزل مكانه سامول أفهم إذن تاني تغيير لنادي ودي ديجلة يعني متواضع لفريق فاركو مقارنة بالشوت الأول وأداء فاركو في الشوت الأول لا الأداء كان أفضل بكتير في الشوت الأول لفريق فاركو مرة تانية ترجع الكرة تمريرة للخلف عند اللعب طارق سامي يلعب كرة على طول لمحمد سعيد محمد سعيد ينطلق يلعب كرة باتجاه اللعب رزق عبد الحليم عبد الحليم لسه مع الكرة يلعب في نص الملعب عند اللعب المعتز بيلاقيه معتز يطلع اسامة رجب اسامة رجب يلعب على طول للعب سعيد كمال لكن اذا اللي نزل مصطفى عبد الرسول مش صامو القفوم مش في الكرة دي الاول طبعا الورقة اللي معانا اللي فيها تشكيل مش موجود عبد الرسول كرة خطيرة مش ممكن من على خط المرمى من على خط المرمى ولكن يطلع الدفاع لسه الكرة واني تزديدة من المعتز قيله ولكن تطلع لدار باركنية. ازا حرصة كانت خطيرة جدا لفريق فاركو لكن مرت بسلام على محمود رضا جزل مصطفى عبد الرسول بدلا من محمد عبد العاطي. ما اذكر شيت اللي معانا ما كانش فيه اللعب يا مصطفى عبد الرسول. رامنا الكرة والمحاولة الخطيرة لفريق فاركو والتزديدة اللي تم انقذها من على خط المرمى. رجب نبيل يعني يشيل هدف مؤكد لفريق فاركو كان هيولى على المباراة مرة تانية. هدف مؤكد لفريق فاركو لكن مرت الكرة بسلام وراجب نبيل كان في التوقيت والمكان المناسب وانقذ هدف كان هيعيد الامال مرة تانية. لفريق فاركو. اكبر نتيجة طبعا في كأس مصر بل وفي كرة القدم المصرية في جميع المنافسات والمسابقات كان الاهلي على الجونة تلاتاشر سفر في اه طم نهاي كأس مصر الفين وخمستاشر وقصر بيها الاهلي طبعا الرقم القياسي اللي كان مسجل باسم الزمالك على حساب للتاج المالكي احداشر اه صفر في كأس مصر اعمال تسعة وعشرين ممنى الاعادة للكرة والكرة اعتقد من على خط المرمى لم تتجاوز وانقاذ رائع جدا قاذ المباراة نقدر نسميه للعب راجب نبيل راجب نبيل وانقاذ يعني مهم جدا لفريق ودي دجلق في كرة كانت قريبة جدا من الاعلان عن الهدف الاول لفريق فارقو عزال محمود رضا ساقط على الارض ان شاء الله يقوم سليم ويكمل ضربة ركنية لفريق فارقو يبحث عن هدف اول يستعيد بأماله مرة تاني فاز المباراة تتلعب الكرة على طول مرة تانية وساما راجب تمريرة في الشمال لمحمد سعيد لكن معطوعة الكرة ترتد مرة تانية لفريق فارقو فارقو هو من يضغط في الدقاق الاخيرة وضع طبيعي جدا فريق اتأخر بهدفين لازم يسجل عشان يرجع في المطش مرة تانية لكن حتى الان شفناش خطورة حقيقية بسيسناعة الكرة اللي انقذها راجب نبيل من على خط المرمى ترجع الكرة مرة تانية معتز اينو ضغط موجود ترجع الكرة لفريق فارقو عد يا ولد يا ولد يلعب حلوة الكرة لكن العرضيات هنا العرضيات بتتلعب لورا دايما يعني بيعدوا لكن العرضيات بتفتقد للدقة مرة تانية العرضية المرة دي مزبوطة وخطيرة جدا ولكن تطلع الكرة الى ضربة مرمى لنادي ودي دقة دوم لعبين اصحاب مهارات لكن الكرات العرضية يعني ملاحظون كده بتفتقد للدقة اكثر من الكرة عرضية بتتلعب للخلف تلعبش القدام تقدم ما زال لفريق ودي دجلة بهدفين دي 74 مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النهار رياضة في كل مكان ودي دجلة عرفة من اين تؤكل الكتف سجل هدفين مع انطلاقة الشوت التاني سهلوا المهم عليه كتير جدا وانقذوه من ورطة كان هيتورط فيها لو استمرت النتيجة بالتعادل السلبي مع مرور الوقت كانت الامور هتبقى صعبة جدا لكن تسجيل هدفين كان في وقت مهم جدا لفريق ودي دجلة كرة منعوبة على طول لكن معطوعة لفريق فاركو توصل عند معتز اينو معتز اينو تمريرة في وسط الملعب تلاقي على طول للعب محمد عبد السطار يلعب كرة في الشمال طريق اللعب على شعبان مرور والعبور لكن التدخل والاعاقة والفاول لفريق فاركو هل ينجح فاركو في تسجيل هدف في هذه الاوقات يستعيد باماله مرة تانية في المباراة امامنا تدخل كان واضح جدا من اللعب رجب نبيل وبالتالي فاول موجود قرار صائب من حكم المباراة طلبة بمطاقة صفراء لكن الحكم اكتفى باحتساب الخطأ ربع ساعة تفصلنا عن النهاية دجلة يتقدم فاركو يتمنى العودة معتز إينو الكرة العرضية لكن قوية جدا ترتد مرة تانية لفريق فاركو توصل عند المعتز تزب الله إينو داخل منطقة الجزاء لكن تفتقد للدقة كالعادة ترجع الكرة مرة تانية لفريق فاركو تمريدة في وسط الملعب محمد عبد السطار يغير اللابة هناك في الشمال تجاه علاء شعبان لكن حكم بول ما فيهاش حاجة تتلعب الكرة أمامية مرة تانية ترجع ولكن الضغط موجود والفاول موجود لفريق ودي دجلة داخل كان معتز إينو على اللاعب محمد هلال صاحب الهدف التاني الجميل تزديد بعيدة المدى أطلق على شمال حارس المرمى محمد العربي مامنا سقوط لمحمد هلال لعب ودي دجلة لعب اللي عنده عشرين سنة موليد الف نسعمية ستة وتسعين لعب ستة وعشرين مباراة مع ودي دجلة وسجل هدفين مامنا العدل أخطر كرة أخطر كرة لنادي فاركو في المباراة لكن راجب نبيل كان في التوقيت والمكان المناسب وأنقذ كرة خطيرة جدا أمامنا لقطة طريفة كده ترجع الكرة مرة تانية لفريق ودي دجلة طلاقة من كريم ممدوح كريم والمهارة لكن المرات تتقطع منه ترجع مرة تانية وتطلع الكرة إلى تماث لنادي ودي دجلة يدخدم حتى الآن بالسنائية وحتى الآن تذكرة أصعود لا تزال في أحضان فريق طبعا ودي دجلة فريق اللي هيواجه في دور الستة عشر الفائز من مباراة تانتا وأسوان كرة ملعوبة على طول ناحية الشمال لفريق فاركو تزقينه مجهود كبير جدا من المعتز صاحب الاتين وتلاتين سنة ومجهود يعني مميز جدا من المعتز النهاردة أداء رائع جدا تتلعب الكرة جميلة في اليمين ولكن تغطية ممتازة وتطلع الكرة إلى ضربة مرمى ضربة مرمى لنادي ودي دجلة كريم ممدوح يقوم بالتغطية الدفاعية في الكرة الأخيرة في دفعة الصورة لا تجذب ولا تتجمل حكم للجمهور دائما وأبدا وضربة مرمى لفريق ودي دجلة تتلعب الكرة على طول محمد هلال لكن تتلع الكرة إلى تماث لفريق ودي دجلة ممنى الكابتن خالد الأماش أعصاب تحترق ودائما وأبدا مهنة البحث عن الاحتراق كابتن خالد الأماش يعني شوط أول مميز جدا لفريق ودي دجلة شوط تاني قدر فيه يعني فريق شوط أول مميز عفوا اللي ندي الفرق شوط تاني قدر فريق ودي دجلة عن طريق محمد شريف ومحمد هلال يحسم المسألة بدري بدري ويعني يضع هدفين يسهلوا من المهمة كثيرا على فريق ودي دجلة معتز إينو يلعب كرة على طول للعب سعيد كمال سعيد ضغط موجود لكن توصل كرة عند هاني السيد هاني السيد يرجع وراء عند طارق سامي طارق سامي في الشمال للعب محمد سعيد محمد سعيد والعرضية ودي الرأسية لكن سهلة جدا توصل عند محمود رضا محمود رضا حارس مرمى فريق ودي دجلة في غياب طبعا للسد العالي عصامي الحضري واحد من أفضل الحراس في كرة القدم المصرية عبر تاريخها ما فيش كلام أرقام لغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل أرقام والإحصائيات تضع الحضري في طبعا مصاف حراس مرمى الكرة المصرية تطلع تتلعب الكرة على طول لفريق فاركو لكن تغطية دفاعية تطلع الكرة إلى تماث لتي تطلع في صفوف فريق فاركو لعب رقم 23 لعب محمد السق على حساب إسلام جمارك تغير التالت والأخير لدي فاركو حينجح حمد السق في إنقاذ ما يمكن إنقاذه لفريق فاركو هنشوفه انتابع حتى الآن متأخر بهدفين لكن ما فيش مستحيل في الكرة ما فيش مستحيل في كرة القدم لو قدر فاركو يسجل هدف هيستعيد أماله مرة تانية في العودة في هذه المباراة وينفس على تذكرة الصعود مع فريق ودي دجلة المتقلق في الشوت التالي الضربة الحرة لفريق فاركو على التنفيذ اللعب محمد سعيد محمد سعيد والعرضية الخطيرة ممكن لكن على طول يطلع دفاع ودي دجلة والله هنا اللعب ميدي أوف سايد ميدي أوف سايد رايت كابتن إسلام ماجدي وصافرت الكابتن محمد سوئي وأوف سايد على فريق فاركو إذن هيطلع عمر مرموش وهينزل مكانه إسلام البطران تغيير ثالث وأخير في صفوف فريق ودي دجلة سعب الكرة على طول أسامة رجب معتز إينو ترجع الكرة وراء عند طريق سامي طريق سامي في الشمال لمحمد سعيد محمد سعيد أمامية ترجع الكرة مرة تانية لفريق فاركو فاركو لكن الضغط موجود والفاول موجود لفريق فاركو تتلعب الكرة على طول في الشمال حولة المرور والعبور كرة داخل منطقة الجزاء لكن على طول تشتيت من دفاعات فريق ودي دجلة تتلعب الكرة على طول هيدا المرتعدة الخطيرة ممكن تتلعب الكرة في اليمين حلوة مهارات بأهلة لغة المهارة طبعا العبارة دائما وأبدا في المهارة ودي التمرير الجميلة ويا سلام يا ولد يا ولد يا ولد الله 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 وشوف السيفونية الجميلة اللي بيعزفها غزلان الوادي في الهدف الثلاث الجميل ومحمد هلال يؤكد استطلاع الهلال يؤكد استطلاع هلال الصعود لدور الستة عشر لطبعا بطولة كأس مصر بعد هدف جميل قوي وجملة ايه جملة جميلة وجملة يعني برازيلية كده وتمريرة وتهيئة والرجل على طول داخل وشايت على شمال حارس المرمى محمد العربي ليضع فريق ودي ديجلة طبعا يعني نقدر نقول بصورة كبيرة جدا جدا في دور الستة عشر لينتظر الفائز من طنطة واسوان اذا ديجلة الدجلوية يضربون بالثلاثية يضربون فريق فارقو بالثلاثية في شوت تاني ولا اجمل لفريق ودي ديجلة بعد اداء متواضع واداء دون المستوى في الشوت الاول لكن شوت تاني مميز جدا لفريق ودي ديجلة باقل مجهود فريق ودي ديجلة قدر يسجل تلات اهداف هدفين في اقل من دقيقتين في اول عشر دقايق ثم هدف في ديئة اتنين وتمانين عن طريق محمد لله لكن التلات اهداف حلوين تلات اهداف فيهم يعني كرة قدم جميلة فيهم مهارة سواء مهارة التزديد مهارة اللعب الجماعي التمرير ولكن اداء يعني مميز زي ما قلت لحضراتكم من فريق ودي ديجلة بباقر ديارة يلعب كرة على طول للخلف ترجع له مرة تانية لكن تطلع الكرة الى تماث لفريق فاركو حمد اصبحت شبه مستحيلة على فريق فاركو في الدقاق الاخيرة ثلاثية اكيد تصعب المهمة كثيرا على فريق فاركو كرة ملعوبة على طول من لمسة واحدة لكن طويلة تطلع الى تماث اذا حتى الان كأس مصر بلا مفاجآت كأس مصر بلا مفاجآت يعني المهارات اللي ولعبت نذكر حضراتكم الاتحاد على السكة ثلاثة واحد بوتروجيت على القصود نشوفوا كرة دي اول كريم ممدوح لكن تاكلن على طول من الدفاع امبي على الفيوم 2-0 صبوح على المريخ تلاتة اتنين تلكورة على طول خطيرة الوادي دجلة كل هجمات ودي دجلة اصبحت فعل خطورة هنا المهاري هنا السريع هنا الخطير هنا الساحر كريم ممدوح لكن الحارس هنا موجود او هنا تطول الكرة وتطلع الى ضربة مرمى تطلع الكرة لضربة مرمى على فريق ودي دجلة كل فرق الدور الممتاز يعني انتصرت على فرق الممتاز به فيش اي مفاجأة حتى الان تأهل حتى الان الاتحاد بتروجيت امبي سموحة الاهلي طلاع الجيش الداخلية وبينضم ليهم وادي دجلة حوالي خمس دقائق على نهاية احداث الشوت التاني والمباراة وفريق ودي دجلة متقدم بسنائية بسلاسية عفوا سلاسية نظيفة حمد شريف ثم محمد هلال هدفين كورة على طول لفريق فاركو دايما الفوارك الفنية والمهارية تصب في مصلحة فرق الممتاز طبعا ما فيش كلام هل اللياقة البدنية وانهيارها كان لها تأثير سلبي على اداء فريق فاركو في الشوت التاني يدد نترك الكلام بقى للسيديو التحليلي بقرية الاعلامي كريم حسن شحاتة ونجوم للسيديو التحليلي طبع الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن واليد صلاح الدين والكابتن جمال حمزة شوت اول كان مميز وقوي جدا من فريق فاركو شوت تاني فريق ودي دجلة باقل مجهود قدر يسجل تلت اهداف وقدر يعني يخطف تذكرة الصعود لدور الستة عشر اسامة رجب يرجع وراء لمحمد العربي محمد العربي تمويه كده ويلعب الكرة مرة تانية لأسامة اسامة رجب كرة امامية في منتصف الملعب ترجع مرة تانية توصل عند المعتز اينو معتز اينو يغير اللعب ترجع الكرة وراء عن طريق طريق سامي معتز اينو مرة تانية يلعب لمحمد سعيد تمريرة من لمسة واحدة ترجع له مرة تانية هي لعب على طول للعب على شعبان الى اسامة رجب اسامة رجب بيتقدم تمريرة في اليمين ودي عرضية خطيرة ودي بقى المقابلة ولكن فين رجل بعيدة جدا محمد الساقة محمد الساقة ضيع الفرصة الاخيرة لفريق فاركو عمامنا العدل الهدف التالت الجميل هدف التالت الجميل جدا لفريق ودي دجلة محمد هلال وتزديدة جميلة ثلاث اهداف ثلاث دقائق تفصلنا عن النهاية هل يلحق قبل ما تطلع اللحق الكرة قبل ما تطلع ضربة ركنية لكن هنا قرار الحكم باحتساب ضربة ركنية لمصلحة فريق ودي دجلة رأيك الكابتن عمرو جمعة حاضرة وتعطي الضربة ركنية لفريق فاركو لفريق ودي دجلة أمامنا الإعادة لكن كرة بالفعل تجاوزت وضربة ركنية لفريق ودي دجلة أربع ضربات ركنية لكل فريق فعب الكرة ترجع مرة تانية لمسا والتانية جميلة عند اللعبة كريم ممدوح كريم ممدوح دائما وأبدا يملك السحر في قدمي يا ولد العيب فنت جميل جدا وتمريرة حلوة الله 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 على الكرة الله على الكرة والله على الجمل والله على الأداء الجمالي جدا من فريق ودي دجلة عناصر شابة لكن عندها الموهبة وعندها القدرات الخاصة وكرة جميلة جدا نعمنا الإعادة وتزديدة قوية جدا من اللعب محمد هلالي المدفعجي النهاردة لكن تزديدة بتصطدم وتفقد قويتها ترجع الكرة مرة تانية لفريق فاركو ضغط موجود واستخلاص الكرة على طول لفريق ودي دجلة البحث عن المرتدة السريع سيد سالم ينطلق سيد سالم تمريرة في العمق لكن مأرية على طول من أسامة رجب ترجع مرة تانية في وسط الملعب وتمريرة في الشمال باتجاه اللعب محمد سعيد محمد سعيد عاوز يعدي محمد سعيد عاوز يفوت لسه مع الكرة حطي حلوة أو ممكن العرضية ولكن يطلق على طول محمد أنوار ترجع الكرة مرة تانية لسه الكرة في الملعب ولكن يطلق على طول مبقر ديارة يبدأ عند كريم ممدوح ينطلق يلعب كرة أمامية لمحمد هلال محمد هلال تمريرة من محمد هلال لكن مأرية على طول من طارق سامي طارق سامي لسه مع الكرة طارق يرجع وراء لأسامة رجب يلعب خلاص في الديئة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة تقدم لفريق ودي ديجلة بالسلسية نظيفة تلق على طول لكن الضغط موجود واستخلاص الكرة أحمد العش أحمد العش يلعب على طول لحمد هلال تمريرة على حدود منطقة الجزاء محمد إلال لسه مع الكرة ينطلق يا ولد العيب ما فيش حد مكمل تصطدم العرضية وتعود مرة تانية لفريق فاركو داية هجمة جديدة اطلاق على طول لكن الدافع موجودة والفول موجود وأربع دقائق وقت محتسب بدل من الضاقع بيعلن عنهم الكابتن ربيع ناجح بعد إشارة من الكابتن محمود سوقي خلاص كده نقدر نقول مبروك ودي ديجلة هارد لك فريق فاركو أربع دقائق صعب جدا فريق فاركو يرجع في المباراة معتز بيلاقينه معتز يلعب كرة على طول لعب محمد عبدالسطار أمامية لكن تصل سهلة لمحمود رضا نعمنا الكابتن خالد الأماش حزات طبعا تفكير لكن خلاص الأمور أصبحت منتهية تماما عليه بقى أنه يفكر فيه طبعا شوارو فيه طبعا المجموعة الثالثة مجموعة بحري في الممتاز به ونفسها قوية جدا وشارسة أكيد محمد الكابتن أحمد حسان ميدو وفوز يعيد الثقة مرة أخرى لقلعة طبعا ودي ديجلة بعد تزبزب في النتائج في الفترة الأخيرة محمد سعيد يلعب كرة أمامية عند اللعب علاء شعبان عاوز يعدي لكن مضغوط عليه معطوعة ترجع مرة تانية الفريق فاركو كرة ساقطة على حدود منطقة الجزاء تعود مرة تانية للعب سعيد كمان لكن معطوعة الكرة ترجع مرة تانية كريم ممدوح مضغوط عليه من المعتزئينه توصل الكرة على طول لفريق فاركو معتزئينه يطلع في اليمين هل نشوف العرضية معتز بالله لسه مع الكرة يرجع وراء وراء تانية للعب محمد سعيد ينطلق محمد ودي العرضية خطيرة جدا ممكن جول لكن سهلة جدا ومحمود رضا بيطلعها إلى ضربة ركنية للفريق فاركو كرة كانت قريبة جدا لو ركز فيها اللعب محمد الساقة لكن سهلة جدا تطلع ضربة ركنية تطلع على طول الكرة على حدود منطقة الجزاء لكن يطلع دفاع ودي ديجلا معتزئينه يا ولد العيب يعدي وعرضية لكن مش معدية طلع على طول محمد هلال واحد من المتقلقين فاز المبرى ما فيش كلام محمد هلال محمد هلال واحد من نجوم ودي ديجلا هذه أبو بكر ديارة يلعب كرة على طول أمامية لفريق ودي ديجلا المهارات العالية جدا عمد شريف يلعب كرة لبو بكر ديارة مرة تانية بو بكر ديارة لشريف فيليمين لكن يضغط على طول اللعب محمد عبدالسطار ويطلع الكرة إلى رامي التمالي لحتى فريق ودي ديجلا ودي ديجلا ودي ديجلا زي ما قلت لحضراتكم هينتظر الفائز من فريق تانتا وأسوان في دور الستة عشر كرة ملعوبة على طول لفريق ودي ديجلا تمريرة لكن ما ربطش معاه لعب سلام البطران تضقط على طول وتوصل لفاركو مرة تانية ضغط موجود وتماس جديد لفريق فاركو طارق سامي شتت على طول كرة في وسط الملعب يرد على طول دفاع ودي ديجلا كريم ممدوح هل يطمع في الربعية تسديدة حلوة وله لكن بتعلى كده وتطلع إلى ضرب مرمى لفريق فاركو كريم ممدوح شوت تاني رائع جدا لكريم تحرقات وانطلاقات ومهارات عالية جدا وتمريرات ساحرة وأداء مميز جدا لكريم ممدوح في الشوت التاني واحد من اللاعبين مهمين جدا ومحاور اللعب المهمين اللي بيعتمد عليهم أي مدير فني تولى القادة الفنية لفريق ودي ديجلا سعب الكرة على طول في الشمال لفريق فاركو محمد سعيد العرضية لكن راجب نبيل يستعبل على طول ويبدأ هجمة جديدة الفريق ودي ديجلا ودي ديجلا ودي ديجلا البطران عدى حلوة قوي يلعب لمباكر ديار البطران مرة تانية لانطلاق لاختراق البحث عن الربعية للدجلاوية البحث عن الهرف الرابع لكن الخبرة المعتز ديينو على طول يستخلص معتز ديينو يلعب كرة على طول باتجاه اللعب سعيد كمال طلاق على طول لحة اليمين ضغط موجود ويضطر للعودة للخلف مرة تانية عند لعب المعتز ديينو المعتز ديينو يفتح اللعب يا ولد العيب رؤية وفجأة عالي جدا من المعتز ممكن هنا العرضية عرضية قطيرة جدا ولكن يطلع ويمسك محمود رضا ومعها صافرت الكابتن محمود سوئي تعلن عن نهاية احداث المباراة وفوز ودي ديجلا بسلاسية نظيفة احراز اللعب محمد شريف ومحمد الاله استمتعتم حضراتكم بهذا اللقاء الجميل وأجمل صورة وأجمل ختام طبعا الكابتن خلد الاماش وسلام مع الكابتن أحمد حسام ميدو تحيات معلقكم الرياضي علي المغربي وحتى ألقاكم في معايد كروية قادمة أما الآن فالكلمة والميكروفون يذهبون للاعلامي كريم حسن شحاتة ولنجوم الاستدوى التحليل ونجوم الكرة المصرية الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن وليد صلاح الدين والكابتن جمال حمزة فإلى هناك وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته